لا تزال دوامة من التساؤلات تدور حول الهجوم المضاد الأوكراني الذي تلوح به كييف تجاه القوات الروسية في مناطق المواجهة شرقية البلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الهجوم بدأ بالفعل إلا أنه يرى أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نجاحات في معاركها التي خاضتها مع موسكو حتى الآن وتأتي البيانات الروسية بشكل متكرر عن تصدي قوات موسكو لهجمات على مقاطعة زابوريجيا بعد قصف عنيف باستخدام الأسلحة الثقيلة حيث تتركز العمليات العسكرية على منطقة أوريخوفا وأعلنت روسيا مؤخرا أن دفاعتها الجوية أسقطت صاروخين باليستيين أوكرانيين من نوع جروم 2 دون وقوع إصابات وذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الروسية تصدت في نهاية الأسبوع لهجوم أوكراني في جنوب زابوريجيا شاركت فيه 150 عرب مدرعة و 1500 جندي وأيا كانت طبيعة العمليات الميدانية شرقية أوكرانيا فإن تحركات عسكرية تجريب الفعل منذ أسابيع وصاحبها قصف أوكراني مدفعي طويل المدى وإطلاقوا صواريخ على أهداف لوجستية روسية رئيسية بعيدة عن الخطوط الأمامية كما أن مجموعات صغيرة من الوحدات الأوكرانية الخفيفة تحركت منذ أيام عبر الحقول المفتوحة نحو التحصينات الروسية في جنوب أوكرانيا فيما بدأ استطلاعا قتاليا واختبارا للدفاعات الروسية واستحوذ تدمير سد نوفا كخفك على اهتمام العالم وما ترتب عليه من فيضانات لاحقة غطت نحو 600 كم مربع على جانبي نهر دينيبرو ورغم النفي الروسي والأوكراني لتورط أي منهما في عمليات التفجير فإن السد والطريق عبره يمثلان قط هجوم محتمل للقوات الأوكرانية التي تبحث عن طرق لكي تفقد القوات الروسية توازنها ترجمة نانسي قنقر